السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم على قناة كوزين فاميلي اليوم شاء الله اشترك معكم زوج ديال طوي جنازتي السمك تمنى ان شاء الله يعجبوكم غدا نبدأ بالاول اول غدا ندهنه بزيت الزيتون يعني خديد تاقرة الثانية بزيت الزيتون هنا غدا نستفيها البدنجان او الدنجال مقطع دوائر لما طيبش ويلا بغيتو يعني تترعو في طهي ديال حد الطاجين يعني ممكن طيبوهم في الفرد شويهم في الفرد كما بهالطريقة هادي كنحطو كل شيء وكنت هنهو صافي غدا نستفي يعني الكيميال عندي ديال دنجال كاملة وممكن يعني نطيبو بنفس طريقة نطيبوه في الفرن هنا اخديت حبتين ديال فلفل الاحمر اللي احتهو قطعتو قطع رقيقة جدا يعني مفروم هاد هاد الفلفل هادا الاحمر انتو ما لاحطو كنستعمل بزاف هاد الفلفل احمر خاصة مع الاسماك لانه فيه واحد المضاق حلو وكي يلدد بزاف 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 الاسماك هنا اخديت ورقتين ديال الرند او الغار او موسى كل واحد كيفاش كي يسميها محولي على اه اه اضاءة قليلة هاد هاد النهار هادا هنا كنرش شوية ديال الملح هاد الفيديو الاول غدي يكون شوية مظلم لاناني ما استعملش الاضاءة يعني الاضاءة بروفيسيونيل لاليومياء بروفيسيونيل وكنرش اهنا اه زنجبيل مع القاق تقريبا ديالزنجبيل شوية ديال الفلفل الحار هادا كيبقى اختياري وتحميرها يعني البابريكا ملعقة صغيرة والكامون كنستعملوه اه يعني هكاك صحيح باش كي مكي مرش لنا استعملت اه غير اصل مع القاق شوية مشي بزاف وهنا استعملت اه بالنسبة الكامون اللي كان عندكم يعني مطحون انا ما كنتحنوش كنتحنوه الى بغيت نطحنو اه كنضيفوه حتى الاخر لحظة يعني توجد الطاجين وكنا نرشو من الفوق الاي لا ضفناه مطحون في الاكل كي يمرر لنا نقدر ناخد هنا عندي حبة طماطم اه لكانت كبيرة لما كانش كبيرة ناخدو حبتين وعاصير برتقالة اه طماطم زولت لها المالك يكون فيها باش مجيش حامضة واخديت عاصير برتقالة او كناخدو عاصير حامضة اللي هو الليمون واستعملت توابيل شوية دي الكمون شوية دي التحميره شوية دي الزنجبيل والملح والحار بينسغي لكن كيعجبكم وغد نستعمل اه التومة هدي هي الشرمولة باش غنشرمل هاد السمك يوم غنستعمل اه السمك ديل هاد طويجين هاد غد يكون السمك اه الابيض استعملت معه المعد نوس غنستعمل اه الالوت اللي كاتجيل دي دا بزاف وخنديرو لاغي شوية دي الحامض وشوية دي التومة ودرناها في الفران شويناها في الفران را كاتجيم زيانة غيب الازير را كاتجيم زيانة مهم لابغي تطيبها طاجين كنطيبها به هاد طريقة هدي كاتتواتا مزيان مع مع الفلفلة حمراء ومع البدنجان وكيلقوا هاد الطويجين هادا كيجي مغدي وكيجي لديد بزاف سافي من بعد ما كيطيب البدنجان يعني النجال مع الفلفلة كنحطو هاد سمك لانه ما كياخدش بزاف دي الوقت ضغية كيطيب يعني غي عشرة دقايق كيوجد تكشي باش نخليو حتى الاخر عاد آآ عاد نحطوه منجال حتى هو را ضغية كيطيب غي كيسخن طاجين سافي يعني كيبقى عربع ساعة في طاجين راه كيطيب ومن بعد عندي لكم واحد لاستيوس الاجاب الله يعني استعملنا بزاف انا ما غنستعم طواجن ديال ديال الخضر وديال آآ تواجن ديال عفون ديال اسماك ما كنضيفش بالمرة لما هنا حطيت الفلفلة حارة ومن بعد غنكمل بالسلصة ديال الطماطم غي باش يجينا يعني تكون شوية ديال تغميسة فهذا طاجين هادا يعني الطماطم مش ضرورية غي باش كي يجي في شوية ديال المراق سافيه حطيت حتى الزعيطرة آآ وهنا زلت زيتون لي كيبقى غي اضافة يعني زيتون مشرمل وبالنسبة اللي استيوس اللي بيت نعطيكم اللي جاب الله يعني وضفتوا الماء ولكن عندكم اللي ما بزاف طاجين كنخليو حتى كيطيب وكنزولو باش ما ننشفوش بزاف السمك لان غالبا آآ كنخليو السمك يطيب بزاف وكي يجي ناشف يعني كنزولو ديك السلصة وكننخطفوا وحد الكسرونة وكننا نحاولو نقصو لها يعني الحجم ديالها وكنعودو نزيدوها في الطاجين هادي آآ يعني حيلة بالنسبة لالالاجة بالله وعني الطاجين ديالنا كان فيه المبزة غنصد عليه كيف ما شفته معايا هادوك الفليفلات من الفوق عيلي للتزيين فقط وغدا نخليه يطيب وحد عشرة دقايق والخمسة دقايق على حسب الحجم ديال الطاجين اللي عندكم صافي ها هو الطواجين ديالي وجد كنرشوب شوية ديال المعدنوس من الفوق وكننا نزيد آآ شوية ديال زيت الزيتون حتى كنطفع عليه تماما وكنبغى نقدم وكنزيد واحد الكيمياء كبيرة شوية ديال زيت الزيتون لان انا عارفة في هادك طبختيالي هادك النهار يعني الدهون الوحيدة اللي استعملت هي هادك زيت الزيتون يعني ما غديش تكون واحدة يعني ما فيها بس وخا كندير بزاف ديال زيتون راح كيجي لديد 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 بزاف هاده الطريقة وخاصة كنستعمل بزاف زيتون كيف ما قدليكم الى كنتنا نستعملاش بزاف ديال الدهون هادك نظهر لتحضير هاده الطاجين ديال الطون اللي فيت مني تشاركته معاكم غاي بزاف ديال اخوات كيسونوني على طواجن مع انني نزلت بزاف ديال الوصفات ولكن غالبا كيكونوا مع موائد ذاك شي باش ما كي نلقاش الوصفة بسهولة هنحاول ما امكان انا نجمع لكم الطواجن هكذا مرة 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 ليكون عندي الوقت احنا بالنسبة للتوابل استعملت الملح استعملت حميرة القصبر يابس الهريسة استعملت شوية ديال كامون مشي بزاف اه توما توما زنجبيل الطري استعملت كذلك الحامض عصير ديال حامض تقريبا ملعقة كبيرة وعصير وال الخل استعملت كذلك ملعقة كبيرة استعملت الخل والحامض لان انا غنزيد واحد شوية ديال عسل ديال الكوك اللي تقدرو يعني تعاوضوه بعسل ديال التمر او عسل ديال التمر الهندي حتى هو كيجي اه باش كيجينا واحد النسمة هنا كين واحد الخالط ما بين الطبخ الاسيوي والمطبخ المغربي احنا زيت اه قصبر والمعدنوس هاد الاسماك هدي اه اللي كتكون اللون ديالها هكذا ديال كان دايما كنستعمل انا ايا القصبر هنا بما انه عندي هاد اطراف كبارين بزاف غلاضين كنا نحاول يعني كنتقبهم باش كيدخل فيهم اه توابيل والطون ضروري ما كان نرضو البال اه بالنسبة للطهي دياله الى طيبناه بالساف رح كيجي نشف وضروري خاسنا نطيبو غي واحد الوقت قليل وعلى حسب السمك ديال اه يعني ديال التقطيع ديال الطون حذا به هاد القطع هادو اعطاهم لي كبارين بزاف ما رققهمش ليه ذاك شي باش غدا نطيبو انا يا مع الصلصة وغدا نخليه تقريبا اه المدة ما ما تفوتش يعني اه يعني من عشرة دقيق حتى الخمسة دقيق على حسب غي غي غنقلبو ملداخلي بلية طيب صافي غنطفعلي هنا لتحضير للسلصة فاش غادي طيبو لي احد طرفة اللي كبارين غدا نستعمل ديال الطون غنستعمل هنا غي الفلفل الاحمر بوحدهم طحون يعني هو دب هاد الفلفل هاد ما طيباش هنايا ولكن الان كانوا عندنا اطرافين اطراف ديال السمك رقاقين نطيبوها شوي والفلفل عا نطحنوها هنا استعملت الفلفل بصلة اخدارية مع شوية ديال المعدنوس وشوية ديال القصبر واستعملت هنا ايه اه ورق الرند او ورق موسى كنخلط مزيان هاد الاسماك اه عادة كلها كيجي معها القصبر اكتر هذا هذا بالنسبة للطوق ديالي انا كيجي كيجيني بانا القصبر كيجي اكتر اما الاسماك اللي بيضاء انا كيجيني كيجي باحسن بالمعدنوس وهذا شي كيبقى غي على حسب الطوق يعني فرح الالوان والانوان والاطواق لا تناقش يعني كل واحد كيطيب الطوق دياله هادي هي اللمسة دياله يعني هنا غدا تكون شوية الحامض مع شوية ديال السكار باش اه لا شفتوا الاستعملت غي تقريبا معلقة صغيرة ديال هاد عسل ديال الكوك اللي سعرات الحرارة دياله كتكون ناقصة بالمقارنة مع السكر العادي ولكي يعجبكم عسل الطمرة ممكن تستعملوه انا عسل الطمرة ما كنتستعملوش بزاف كانتستعملوغي لكنت انا غنذير شي حاجة ليا انا بوحدي لانا عندي ولدي صغير ما كييعجبوش بزاف وكيحس بيش يعني في المعضاق يحس بي راني درتو صافي كيف ما شفتوا معياها هو ده طاجين ديالي وجد خليتوه ما خليتوش طاب بزاف كيف ما قلت لكم عيك نقلبو كيبالي بانه يعني بانا يعني سمك طاب صافي كنزولو باش ما كينشفش لي يعني اكتري هاد الطون ما كيبغيش اي طيب بزاف تمنى ان شاء الله يكون هاد الفيديوهات بجوج نالو اعجاب ديالكم يعني الوصفات بجوج نالو اعجاب ديالكم وإلى وصفة جديدة ان شاء الله استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه السلام عليكم ورحمة الله شكرا شكرا اشتركوا في القناة